موسيقى 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 اهلا بكم في صراع عبدين محمد غباشي يا رب دايما تكونوا بخير اتفقنا اللي احنا هنبتدي سلسلة تعريف الالوان او اختيار الالوان في البيت وازاي نختار الالوان وازاي ان الالوان لها تأثير قوي جدا في الحالة المزاجية والصحة النفسية في البيت هنتعرف على موضة الوان السنادي عشرين عشرين ونتعرف على تاريخ الالوان واللي اغلبها هيكون الوان غمقى بتتراوح ما بين الزيتي الزتوني البترولي الاخضر البستاج وقبل ما نستغرب ونقول كلها الوان قفلة السنادي وان الالوان الفتحة بتنور البيت وتوسعه خلونا تنتفق اتفاق مبدئي ان اللي بيوسع البيت مش الالوان اللي بيوسع البيت هي الفلوس اهلا بكم مرة تانية وما تستغربوش ان مش الالوان الوحيدة المسؤولة عن مسألة اتساع البيت ولا الالوان الفتحة هي السبب في اتساع البيت عندك اللي مسؤول عن اتساع البيت بجانب الالوان هي خلق الفراغات واستغلال المساحات بشكل جيد وترتيب البيت بشكل منظم مش الالوان الفتحة هي اللي مسؤول على الكلام ده ولا اللون الابيض اطلاقا قبل ما نبتدي نخش في نقاش جدلي طويل وقبل ما نعرف الالوان فيه ناس عندها معتقد ان اللون الابيض بيخلق مساحة واسعة وبيعمل حالة فراغ كبيرة بالعكس اللون الابيض ما بيخلقش مساحة واسعة ولا حاجة احنا لما بنستخدم اللون الابيض بنستخدمه في البيوت المودرن هاوس بيتش او البيوت الساحلية البيت اللي بيكون موجود على الشاطئ سواء مساحته صغيرة او كبيرة بنتعمد اللي احنا ندهنه كله باللون الابيض عشان ما يعملش حالة شاتات على المنظر او البيوت اللي بتبص عليه سواء كان بحر او جاردن او جاردن بيبسين او حديقة اسيوية الى اخر هذه الامور كمان اللون الابيض بنستخدمه غالبا في السقف لانه بيعمل عملية انعكاس للضوء فلو الاضاءة عندك ضعيفة شوية او الاسبوتات مش كفاية اللون الابيض بيحاول يساعد انه هو يقول اضاءة عندك والاضاءة دي كمان عامل مهم جدا مسؤول عن الصحة النفسية هنحاول نربطهم ببعض مع الالوان سبب كمان للون الابيض في السقف مش على الحوائط ان اللون الابيض بيعمل كنتراست لاي لون احنا بنحطه على الحوائط بني كافيه ازرق اي لون هو بيعمله عملية تركيز للون مش اكتر فاللون الابيض مش مسؤول عن حالة الاتساع اللي يحول لك الريسبشن بتاعك من 15 متر ل 15 الف متر ولا حاجة بدليل ان اغلب المساحات الصغيرة في المناطق الشعبية في مصر بنلاقيهم مستخدمين الوان غمقه مش اللون الابيض ولا اللون الفات بنلاقيهم مستخدمين مثلا البستاج البنك النبيتيات الامور دي كلها نرجع تاني الموضوعنا الاصلي وهو اختيار الالوان وازاي الالوان مسؤولة عن الصحة النفسية والحالة المزاجية في البيت اللي تخليك تقدر تعود في بيتك اطول وقت ممكن وانت مرتاح ومزاجك حلو او مودك حلوة وحاسس براحة نفسية كبيرة جدا بس قبل ما نتكلم عن الالوان مسؤول عن الحالة المزاجية والصحة النفسية في البيت كمان الاضاءة عامل مهم جدا جزء لا يتجزأ مع الالوان فما نقدرش نقول ان الالوان الفتحة او الالوان الغمقه او اللون البني مثلا مريح او الاخضر بيساعد على الاسترخاء دون ما نتكلم على الاضاءة ان هي تكون جنبا الى جنب مع اختيار الالوان بدليل مثلا القافي المفضل ليك او المطعم المفضل ليك اللي بتقضي فيه اطول وقت ممكن ما سألتش نفسك ليه بتبقى الاضاءة بتاعته صفرة مش اللون الاصفر قبل ما نعرف جزئية مهمة ما فيش حاجة في الضوء اسمها لون اصفر ولون ابيض عشان وانت بتختار الاضاءة ما تقولش للي انت بتشتري منه انا عاوز لون اصفر هو الاضاءة 3 درجات اما الابيض التلجي او الابيض الورم اللي بنسميه اصفر زي اللمبات اللي كانت زمان او اللي زبطات الهيلوجين والابيض لو قسمين ابيض تلجي او ابيض نيون فكده عندنا 3 درجات هما 3 درجات ابيض ما فيش حاجة اسمها اضاءة اصفر بس احنا باللغة الدرجة بنقول اضاءة صفرة نرجع تاني ليه وانت قاعد في الكافي المفضل ليك او المطعم المفضل ليك بتقعد وقت طويل وبتكون مستريح ومش حاسس بضغط او بتوتر بسبب الاضاءة الصفرة اللي بنركبها او الاضاءة الورم فاذا هنا الاضاءة جزء لا يتجزأ من الصحة النفسية هنمشي جنبا الى جنب مع الالوان لو بصينا مثلا على الصورتين دول الصورتين دول لنفس درجة اللون ونفس وقت التصوير بدرجتين لون مختلفين في الاضاءة هي الابيض التلجي والابيض الورم مش محتاجين هنا اقول لكم اي درجة اضاءة هي الاضاءة الصحيحة والمريحة للعين فعلشان كده قبل ما نتكلم على مسألة اختيار اللون في البيت في عامل مساعد مهم جدا مع اللون وهو الاضاءة درجة الاضاءة الجيدة اللي تقدر تظهر اللون وتظهر حلاوة بيتك وتخلي فيه راحة في الرؤية وراحة في المعيشة في البيت مش بس الاضاءة في البيت ده الاضاءة كمان وانت بتختار اللون في مركز تدريب الالوان اللي انت هتشتري منه اللون بتاعك مهمة جدا لو انت بتختار بالنهار او في ضوء الشمس هتلاقي درجة اللون مختلفة لو انت بتختار بالليل على اثبتات المكان لو اثبتات المكان صحيحة او اثبتات مركز التلوين ده صحيحة او مزبوطة هتختار اللون بشكل جيد لو مش مزبوطة هتختار اللون ولما تروح تفرده على الحيطة هتكتشف انه هو درجة تانية تماما غير ان اللي انت اخترتها فبكل بساطة مش هنقدر نقول ان اللون لوحده هو المسؤول عن جمال البيت عندك او المسؤول عن الحالة المزاجية اللي بتسيطر عليك في بيتك ده اللون والاضاءة مع بعض مش هنقدر نفصل حاجة منهم زي بالظبط وانت بتشتري بدلة شيك وانيقة جدا مش هتكمل قلب اميس شيك وجرفات شيك دي بالتة او كتالوج الوان جوتن اللي اخترتها السنة دي لموضة 2020 هنلاقيها كلها بتتكلم في الغوامق مفيش فيها اي الوان فتحة بتتروح ما بين البترولي البستاج الغامق الكافي الغامق الكاشمير الغامق مفيش فيها اي فواتح تماما واعتقد ان هي كلها هتبقى الوان دافية وجميلة جدا وعن تجربة وفي التعليقات هوريكم بعض الالوان اللي استخدمتها من المشاريع دي بس ما كانتش السنة دي خالص كانت من سنين كتير فاتت وكانت الوان شيك جدا في النهاية للناس اللي بتتخوف ان هي بتشوف اللون بيعجبها في بالتة الالوان بس بتخاف ان هي تعمله عندها على الحيطة ودي كمان هنقول العلاج فيها ايه ازاي وانت في مركز التلوين تشيل المخاوف اللي عندك ان اللون لو عجبك تشوف تأثيره على الحيطة عندك ازاي بطريقة صحيح كان لازم اقول النقط المهمة دي قبل ما نبتدي في فن اختيار الالوان وعشان ما طولش عليكم هنعمل جزء تاني للفيديو وتقريبا هتبقى اجزاء كتير وعشان ما سرش فضلكو اكتر احنا هنتكلم عن لون الاسرياء اللون اللي ما كانش حد بيعمله غير الاغنياء او الطبقة الملكية على مر العصور وهو اللون البنفسج اتمنى ما كونش طولت عليكم وتابعوا الفيديو الجاي هنتكلم عن اللون البنفسجي وازاي ان هو كان موضة الملوك بس وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك لو الفيديو عجبكم ومش هحط مصادر لاحتمالية ان معلوماتي تحتمل السواب وتحتمل الخط وابحث بنفسك عن الالوان وعن الاضاءة لان في النهاية بنقول ان سيد الموقف في اختيارك لبيتك وتنصيقه بشكل صحيح هو زوءك واحساسك وراحتك النفسية واتبع حدثك دايما شكرا واشوفكوا على خير